الحقيقة وبدأ معرض الكتاب معرض الكتاب بدأ يمكن من يوم الأربع وطبعا معرض الكتاب لما بيبدأ الناس كلها بتبقى في الحقيقة يعني مفروض أن أول يوم ما كانش للجمهور بس الجمهور كان مستعد ولما تشوف معرض الكتاب وتشوف شعب مصر تقول ده شعب معرض الكتاب ده شعب تاني شعب يعني لو حد بيتكلم عن الأزمات الاقتصادية في العالم هتقول أن المعرض مش حيبه فيه جمهور بقى كتير وأن الناس يعني مش هتبقى مقبلة لكن العكس صحيح المصريين مقبلين بشكل كبير والمعرض بدأ نشاطه وبدأت الناس تروح وهو ده شعب المصري مش ممكن تقيس عليه أي حاجة هو محب ويحب أنه يبحث ويحب القراءة ويحب كل الأشياء دي فأهلا وسهلا بشعب معرض الكتاب هنتكلم عليه بإذن الله